دعت لجنة حماية الصحفيين إلى إجراء تحقيق شامل في مقتل الصحفيين اليمنيين ومحاسبة الجناة وقال المسؤول في اللجنة إن حادثة مقتل رشال حرازي وإصابة زوجها محمود العتمي توضح كيف يواجه الصحفيون اليمنيون الموت يوميا لمجرد تغطيتهم للأخبار ودعا جميع الأطراف إلى التوقف عن قتل الصحفيين كما طلب المؤسسات الدولية والدول الأعضاء بمساءلة الأطراف إزاء هذه الجرائم قال المركز الأمريكي للعدالة إن التراخي في التحقيق وكشف مرتكبي جرائم الاغتيالات في عدن ساهم في تزايدها بصورة وحشية وبشعة وطالب المركز في بينله سلطات الأمنية في عدن بالتحقيق في حادثة اغتيال الصحفي رشال حرازي وكشف خيوط الجريمة وإحالة مرتكبيها إلى القضاء كما طالب بفتح تحقيق فوري في حوادث الاغتيال السابقة وتقديم الجنات إلى المحاكمة العادلة وأكد المركز أن تصاعد الاغتيالات يأتي نتيجة الإفلات من العقاب والفشل الأمني الحاصل في عدن جراء تعدد الأجهزة الأمنية وتضاروا بمهامها فضلا عن عدم انضوائها تحت إطار وزارة الداخلية